أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى فلا زال حديثنا في تفسير سورة فصلت ضمن هذه الدورة العلمية المباركة وقد كنا وقفنا في اللقاء السابق عند قوله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ثم قال عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني من أدلة من الأدلة الظاهرة البينة على قدرته وعلى ألوهيته أنك ترى الأرض خاشعة هذه الآية تشير إلى نوع من الأدلة التي قدمنا كلامنا في أول تفسير في أول لقائنا اليوم حيث ذكرنا أن أدلة القرآن على إثبات البعث تأتي على أنواع ثلاثة منها الاستدلال بإحياء النبات وإحياء الأرض على إحياء الموتى وهذه الآية من أوضح الأدلة على هذا المعنى حيث يقول عز وجل ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته أنك ترى الأرض خاشعة ومعنى خشوع هذه الأرض هنا يعني الاستكانة التي سببها الجدب ويبس الأرض وقلة المطر الغيث فتيبس الأرض وترها كأنها ميتة سبحان الله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت هذا الاختيار للفظ الاهتزاز ولفظ الربوة دقيق في معناه وفي دلالاته وهذا ما يؤكده أهل العلم الحديث أهل العلم بطبقات الأرض والجيولوجيا يقولون إن أول ما ينزل المطر تهتز الأرض تتشقق وإذا اهتزت تشققت ثم تربو وربت يعني تزيد ترتفع هذا الارتفاع ما يكون بسبب مطر ترتفع الأرض أو بسبب النبات الذي يخرج منها يقولون إن إذا نزل المطر وبدأت البذور تتحرك تبدأ في النمو هذه الحركة يسبب اهتزاز ولذلك اللي منكم يرى مع العلم الحديث التصوير بالكاميرا يصورون مثلا مدة شهر كامل ويسرعونها فترى الأرض تهتز سبحان الله وترىها تربو لكن لا يمكن أن تعرف هذا إلا بالتسجيل مدة فترة طويلة وتسرع حتى تستطيع أن ترى هذا الاهتزاز وترى هذا هذه الزيادة فيها وهذا من عجائب قدرة الله تعالى اهتزت وربت وتربو بالنبات الذي يخرج فيها يخرج منها فأحيى هذا النبات من موات من أرض ميتة ولا لا أحيائها من أرض ميتة وهذا دلال على كمال القدرة ولذلك استدل بهذا الإحياء للنبات على إحياء الموتة قال إن الذي أحياء هذه الأرض الميتة لمحي الموتة إنه على كل شيء قدير ثم قال عز وجل عودا على الموضوع الأساسي للسورة متعلق بالقرآن الكريم وموقف المكذبين منه قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الإلحاد الميل الإلحاد الميل الميل بها فيميل بها بأنواع من الميل هناك الميل بمعنى التكذيب بها والإعراض عنها والكفر بها وهناك أنواع من الإلحاد أقل من ذلك مثل التحريف لها تحريف معانيها أو تعطيل دلالاتها هذا يسمى إلحادا ولذلك يقول عز وجل ولله الأسماء الحسنى نعم ولله نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يلحدون بمعنى يميلون بها عن معنى فيأتي الإلحاد بمعنى الكفر والتكذيب ويأتي الإلحاد بمعنى الميل بها عن دلالاتها ومعانيها الحقة وكل ذلك من ضمن الإلحاد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يغيبون لا يغيبون عن بل الله عز وجل المطلع عليهم عارم بأحوالهم ولهذا قال أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة هذا الاستفهام تعريض بالملحدين أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة هو تعريض بالملحدين في آياته بمعنى أن الذين يلحدون في آياته سيرقون في النار ولذلك قابلهم بحال من من يأتي آمنا يوم القيامة آمنا على نفسه آمنا من العقوبة آمنا من النار آمنا من عذاب الله مستحقا لثوابه وهو أيضا إيماء إلى أن الذين لا يرحدون في آيات الله أن لهم الأمن يوم القيامة وبهذا نفهم لماذا جاءت هذه الجملة المعترضة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قوله اعملوا بما شئتم في لغة العربي هذا أسلوب تهديد بل هو الغاية في التهديد كقول العزيزي القليا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى قوله لكم دينكم ولي دين فهي تتضمن معنى التهديد لهم ولذلك قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يعني لا يخفى عليه عملكم إن كان خيرا أو كان شرا ثم قال عز وجل بعد أن ذكر الإلحاد في الآيات عامة والآيات الكونية والآيات القرآنية جاء التنصيص على القرآن الذي هو الموضوع الرئيس في السورة فقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أوصاف في غاية العظمة لهذا الكتاب العزيز قال إن الذين كفروا بالذكر فسماه ذكر لأنه يحصل به التذكر من قرأ القرآن حقا تذكر لما جاءهم يعني نعمة من الله ومنه هو الذي أنزله الله إليهم قال وإنه لكتاب عزيز يعني منيع عالي الشأن رفيع الجناب لا ينال ولا يطال ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يقارنه ولا يستطيع كائن من كان أن يبدل فيه أو يغير فيه وهذه الأوصاف خاصة بهذا الكتاب كتاب عزيز ما أحد يستطيع أن يجاريه ويعارضه ولا يستطيع أحد أن يتلعب به وهذه من صفات القرآن الكريم الآن لو يأتي أي مبطل يحاول أن يغير حرف واحد من كتاب الله لعلمه صبيان المسلمين ورد عليه الصبيان المسلمين الذين يلعبون في الشارع وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ولذلك قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قول من بين يديه من خلفه إشاره إلى أنه لا يأتي الباطل من أي جهة من أي جهة لا يأتيه الباطل في معانيه لا يأتيه الباطل في دلالاته لا يأتيه الباطل في أحكامه وشرائعه مهما يحاول المبطل أن يبحث عن باطل فيه لا يستطيع فهو يخبر الخبر الحق ويدل على الهدى وتتضمن أحكامه غاية من النفع للناس لا تناقض فيها لا تعارض وهذا معنى قول لا يأتيه الباطل يعني لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حكيم حميد يعني من الحكيم الذي المحكم في قوله وقضائه وقدره وهو حميد يعني محمود بكل أنواع المحامد ذاتاً وصفةً عز وجل فهو حميد يعني يحمد على ذاته وعلى صفته وعلى أفعاله عز وجل وهو عز وجل الذي يحمد على السراء والضراء وما هناك أحد غير يحمد على الضراء إلا هو عز وجل يعني لا يقضي قضاء لعبده إلا كان خيراً إلا كان خيراً له ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ما يقال لك وهذا يأتي أيضاً في سياق في سياق موضوع الأساس للسراء المتعلق بالقرآن الكريم قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم يعني ما يقال لك من الوحي والشرع والتكليف إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك وهذا إشارة إلى أنك أيها النبي لم تكن بدعاً من الرسل لم تكن يعني جئت بأمر جديد لا علم للناس به ولا خبرة لهم به بل أنت مثل من سبقك من المرسلين الأنبياء السابقين جئت بمثل ما جاءوا به وقيل لك وأمرت بمثل ما قيل وأمر به من قبلك من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى يعني أصل الرسالة الإلهية واحدة هي الدعوة إلى أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه واليوم الآخر دعوتهم واحدة في الأصول وهذا معنى إلا ما قيل للرسل من قبلك يعني فيه أصل في الأصل أنتم واحد ولهذا قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا لك وصى به إبراهيم وموسى وعسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فقوله ما يقالك إلى ما قد قيل للرسل من قبلك فيه تشنيع على أهل الكفار أن النبي لم يأتي بشيء جديد لا علم لهم به ولا معرفة بل يعرفون أن الذي جاء به لم يكن بدعا بل سبقه الأنبياء وقبله والرسل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ذو مغفرة لمن أطاعه وذو عقاب أليم لمن عصى ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولو جعلناه يعني هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك وأنزلناه إليك هذا الكتاب الذي وصف بأنه تنزيل من حكيم حميد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لو أنزلناه بلغة أعجمية غير العربي وكل ما لم يكن عربيا يسمى أعجميا لقال أكفار مكة لولا فصلت آياته يعني لولا بينت آياته ووضحت فنفقهها ونعرف معناها وما تدل عليه فرد الله عليهم أعجمي وعربي يعني هل يصح أن يكون هذا الكتاب القرآن أعجمي ولسان الذي أنزل عليه عربي لا يستقيم إذن لا من المنطق أن يكون القرآن الذي ينزل الكتاب الذي ينزل بلغة الرسول الذي أرسل به وبلغة القوم الذي يأتيهم وهو التشنيع عليهم أن هذا الكتاب نزل بلغتكم وفي أعلى مراتب الفصاحة وأنتم تشهدون بهذا فكيف تزعمون أن آياته لم تفصل وأن آياته لم توضح وذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هذه أوصاف القرآن لكن لمن؟ للذين آمنوا هدى يهديهم وشفاء مطلق أولا هدى هذا الهدى العام يعني لا يتعلق أعلى مراتب الهدى الهدى إلى طريق الله عز وجل المصري إلى الآخر هذا أعلى مراتب الهدى لكن القرآن فيه وهذا سبحان الله يعني حتى يهدي الإنسان في حياته في تصرفاته في علاقاته مع الناس من قرأ القرآن وفهم معانيه حتى في تصرفاته مع الناس يهديه بل حتى في حكمه على أحوال الأمم ومعرفة تاريخ الأمم ومن خلال قراءة القرآن الكريم والتأمل فيه يعرف سنن الكونية سنن الاجتماعية يستطيع يعني من أحسن قراءة القرآن أحسن التعامل مع واقعه وعلم الصواب في ذلك فهو كما قال عز وجل هدى فهو هداية إلى الآخرة للموصل الله وهو هداية في كل أحوال في كل أحوال الإنسان وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي ثم قال والشفاء لفظ الشفاء جاء هنا نكرة ليدل على العموم غير مقيدة بنوع من الشفاء والأمراض نوعين أمراض حسية وأمراض معنوية الأمراض الحسية مثل الجرح أو الألم أو غير ذلك من الأمراض والأمراض المعنوية الأمراض القلب مثل اكتئاب ضيق الصدر الحزن الهم يعني أو الشك والريبة والشبه فالقرآن الكريم الحقيقة هو شفاء من هذا وهذا وليس فقط الأمراض الروحية أو النفسية أو المعنوية بل هو شفاء من هذه الأمراض وشفاء من هذه الأمراض هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن أنه قال شفاء فأطلق والتجربة دالة على ذلك أما الشفاء يعني المعنوي هذا لا يعني كل الناس يعرفونه لكن حتى الشفاء الحسي القرآن فيه شفاء للأمراض الحسية وتعلمون قصة اللذيغ سيد القوم الذي لذيغ لدغته ثعبان هذا الذي أذكره فجاول إلى إلى بعض الصحابة فقالوا هل فيكم من راقي فقال أحد الصحابه نعم فجاء إليه فرقاه قرأ عليه الفاتحة سبع مرات يقرأ وينفذ يقرأ وينفذ فيه قال الراوي فكأنما نشط من عقال كأنما كان مربوط ثم فك فانطلق مثل الدابة إذا ربطت ثم فك قيدها تسرع في الانطلاق فقام الرجل السليم ما به أي شيء وهذا مرض حسي السم هذا مرض مرض حسي فعفاه الله منه ولذلك يقولون من أهل التجربة يقولون إذا كان يسا بمكان نائي وليس عنده طب ولدغ أو شيء فليقرأ القرآن ولينفذ فإنه إما أن يشفيه الله عز وجل أو يخفف من من هذا السم فهو شفاء حسي وشفاء وشفاء معنوي ثم قال عز وجل هذا لمن للذين آمنوا ثم قال والذين لا يؤمنون يعني لا يمنون بالله عز وجل أو لا يمنون بهذا القرآن في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى في آذانهم وقر يعني ثقل فلا يستطيعون سماعه وهو عليهم عمى يعني قلوبهم تعمى عنه فلا تبصره ولا تهتدي ولا تهتدي إليه ولا تجيب الداعي الداعية إليه ولهذا قال أولئك ينادون من مكان بعيد فهم كمن يناد من مكان بعيد جدا الآن إذا ندأك شخص من مكان بعيد فأنت تسمع صوت لكنك ما تميز هذا الصوت ولا تدري من الذي يقول فهؤلاء الكفار انظر هذا تشبيه الدقيق فهؤلاء الكفار كهذا الذي يدعى من مكان بعيد يسمع صوت لكن لا ينتفع به ليش؟ لأنه ما يفهم هذا الصوت ما يفهم مراده فهم كهذا البعيد الذي لا ينتفع يسمع صوت هم صحيح يسمعون القرآن يسمعون حروفه وصوت القارئ له لكنهم لا ينتفعون به فلما لم ينتفعوا به كان مثلهم مثل الذي يناد من مكان بعيد لا يفهم الكلام الذي يقال له فلا ينتفع لو شخص بعيد فتصارخ تصرخ عليه تقوله مثلا تحذره من خطر يأتيه قريب منه يسمع صوتك ويسمع حركة ذلك لكن ما يفهم فهل سيحذر هذا الخطر لن يحذر منه لن ينتفع به ثم قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وهذا يتفق مع سياق مع سياق الآية الكريمة يتفق مع سياق الآية الكريمة في ذكر الكتاب الكتب السابقة وأعظمها ومن أعظمها التوراة ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ومع ذلك وقع فيه الاختلاف ولهذا قال عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم يعني بين المختلفين في هذا في التورا أو في غيرها من كتب الله وإنهم لفي شك منه مريب يعني من كتاب الله عز وجل أو من كتبه عز وجل في شك مريب يعني في شك الشك والتردد هذا الشك يوقعهم في الريق فيرتابوا لا يدرون هل يسلكوا هذا الطريق أم يسلكوا هذا الطريق وهذا سبحان الله حال المعرض عن كتاب الله أن يقع في الحيرة والتردد وانظروا أحوال الناس البعيد عن كتاب الله هو في حيرة وفي تردد وفي اضطراب لكن المستمسك بغرز كتاب الله فإنه يبصر الحق ويهتدي ويهتدي إليه قال الله عز وجل بعد ذلك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا يعني من هؤلاء فلنفسه يعني هو الذي سيجني أثر عمله في الآخرة ومن أساء فعليها لأنه هو الذي سيعاقب ويحاسب بها وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وبحمده بل يغوف في كل نفس ما عملت بل إن الحسن عنده بعشر أمثال إلى سبعمائة ضعيف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة وإن عمل سيئة ثم تاب محاها الله وبدلها حسنات ولذلك يقول للسلف ويل لمن غلبت أحاده عشراته ولا لا الأحاد الذي سيئة مقابل سيئة هذه أحاد فكيف تغلب الأحاد العشرات لأن الله يقول من جاء بالحسنة فلو عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلا فمن غلبت أحاده عشرات ويل له ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منا من شهد وظل عنهم ما كان يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص في هذه الآية تبين بعض العلم الذي اختص به الله عز وجل فلا يعلمه أحد غيره قال إليه يرد علم الساعة إليه وحده عز وجل علم وقت قيام الساعة إلى الله ومن تكلم في هذا الباب ودعه فهو كاذب على الله من وقت أو قات أو حدد أزمينة بعين فهو كاذب على الله عز وجل ومفتن حتى ولو كان انتسب إلى العلم وانتسب إلى الشريعة فهو كاذب على الله لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله قال وما تخرج من ثمرات من أكمامها يعني أنواع الثمر الذي يخرج ونوع ما تحمل هذه البذرة وهذه الثمرات التي هي في أكمامها الله عز وجل يعلمها والمقصود بالأكمام الوعاء الذي تكون فيه الحبوب والبذر فالله عز وجل يعلم ما الذي سيكون من هذا البذر هل ستنتج أم لا تنتج هل ستنبت أم لا تنتج ثم إذا نبتت هل ستثمر أم لا وما نوع ثمرها وما صفته وقدره كل هذه التفاصيل الله عز وجل هو الذي يعلمها ثم قالوا ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما تحمل يعني أن الله يعلم متى تحمل الأنثى ويعلم متى تضع ولا يكون ذلك إلا بعلمه لا تضع إلا بعلمه المقصود بالعلم هنا إلا بإذنه يعني العلم المقرون بالإذن له وهذا أيضا من علم الله عز وجل ولا يشكل على هذا أن الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى ما تحمل من أنثى ولا تضع يعلم الله عز وجل المقصود بالعلم الذي يعلمه عز وجل عن كل أنثى يعلم كل ما يتعلق بهذا الذي في بطنها من صفته وجنسه ونوعه وقدره وما كتب له كل هذا لا يعلمه إلا الله ولا يشكل على هذا أن مثلا الآن الطب الحديث في الأشعة يعني يبين جنس الجنين ونوعه هذا لا يشكل عليه لأن أصلا قبل أن يستبين الجنس قد علم الملائكة بهذا أليس الله يبعث الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتب أربع هذا الملك ألم يعلم صفته ولم يعلم جنسه ولم يعلم فانتقل من العلم الإلهي إلى أن يظهر ومن ذلك أن الملائكة تعلم بذلك فلا إشكال عند إذن لأن هذا لم يعد خاصا بعد ذلك هذه واحدة والأمر آخر أن العلم الجزء هو جزء من ما في هذا الرحم ولكن الله يعلم تفاصيل هذا المخلوق وما الذي سيكون عليه في حياته وما يستقبل من عمره قال عز وجل بعد ذلك ويوم يناديهم يعني ينادي هؤلاء الكفار المشركين أين شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء وأنهم يشفعون لكم عندي فيقولون آذنناك آذنناك أصلها من أذنى ومادة أذنى تطلق على الإعلام وعلى العلم تطلق على الإعلام وعلى الجارحة المعروفة اللي هي الأذن الإعلام منه الإعلام بدخول للصلاة يسمى أذانا وعليه هذا المعنى قولها آذنناك يعني أعلمناك ما منا من شهيد يعني ما منا من شهيد يشهد على هؤلاء الشركاء وأنهم ينفعون في هذا الموقف فآذنناك ما منا من شهيد يعني آذنناك ما منا من أحد يشهد أعلمناك أن ما منا من أحد يشهد على أن لك أن هذه الآلهة تنفع وأن لك شريكا في هذا اليوم ولهذا قال عز وجل وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ظل عنهم يعني غاب عنهم ما كانوا يدعون في حياة الدنيا ظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص تقدم معنا في هذا اللقاء أن ذكرنا أن الظن بمعنين بمعنى الشك ومعنى اليقين وهذا من أي المعاني معاني اليقين ظنوا ما لهم من محيص والمعنى المحيص يعني المكان الذي يحيدون إليه ويلجؤون إليه ما لهم من محيص ليس لهم محيص عن عذاب الله وعقوبة وعن دخول النار ليس لهم محيص ثم بعد هذا الاستعراض للسورة الكريمة المتعلقة موضوعها بالقرآن الكريم وموقف المشركين منه والرد عليهم تختم الآيات بذكر حال الإنسان حال الإنسان وطبعه وبعض من خصائصه وهي فيها نوع تعريض بالمشركين فيقول عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ما يمل الإنسان يدعو الخير هل رأيتم أحد مل من دعاء الخير ومن طلب الخير لا أحد يمل مل ولا أحد يمل لو جه الخير لو جه ألف قال أبي ألفين لو يجيه مليون يتمنى ضعفه وهكذا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ومن طلبه والسعي فيه ما يمكن أحد يقول أحد يقول أحد يقول أكفي المال الذي عندي هل رأيتم أحد يقول هذا ما فيه الخير كل أنواع الخير المال أي نوع من أنواع الخير الكريمة مطلقة قال من دعاء الخير فتستغرق كل أنواع الخير والمقصود به طلبه طلبه هذا الخير في المقابل وإن مسه الشر في يؤوس قنوط يعني فيه نوع من الجزع وهذا سبحان الله موجود عن كثير من الناس تجده في السنين طويلة في خير وبركة وصحة موسع الله عليه ثم إذا أصابه أدنى شيء أدنى شر تجده يعني علامة اليأس على محياه والقنوط وربما التسخط وربما تخرج منه كلمات تنافي التسليم لله والرضى بقضاءه وقدره طيب أين هذه السنوات التي رفلت فيها لنعم الله وفضله عندما أصابك أدنى مصيبة جزعت وأصابك اليأس والقنوط فهو يصيبه اليأس من رحمة الله ويصيبه القنوط من فضل الله بأن هذا الأمر سيبقى عليه وأنتم إذا رأيتم بأحوال الناس تجدون مثل هذا الأمر فيقنط ويظن تسود الدنيا في عينه ويظن أن هذا نهاية العالم ونهاية حياته ويسيء الظن حتى بربه ثم قال عز وجل بعد ذلك وهي تكشف عن الصفات النفسية للإنسان رحمك الله قال وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا الرحمة هنا جاءت مطلقة تشمل كل أنواع الرحمة إما الرحمة في نفسه أو في ولده وماله أو في أي أنواع الرحمة من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلَا إِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِيْعِنَّهُ لِلْحُسْنَةِ إِنْ أَصَابَتُهُ الْخَيْرِ قال هذا لي أستحقه وأنا الذي تعبت عليه ومع ذلك وهذا طبعا الصفات الكافر وما أظن الساعة قائمة وهب أن الساعة قائمة وهب أن هناك ساعة ورقاء فلئن إن رُجِعْتُ إِلَى اللَّهِ إن لي عنده الحسن ليش عندك الحسن عند الله تسأل لماذا تثق أنك لو كان في آخرة هو ينكر الآخرة لكن هب أن يقول هب أن هناك آخرة أكيد لي حسن عند الله طيب لماذا يقول لأنني أصبت الحسن في الدنيا فإذا أصبتها في الدنيا فمعناها أنني أستحقها وإذا كنت أستحقها في الدنيا سأستحقها في الآخرة هذا التفكير المنطق الدال على خلل في الإنسان وعوج وعي فيه يفكر هذا التفكير ولذلك قال عز وجل فلننبّي أن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ لننبّي أنهم بعملهم ونذيقهم جزاء عملهم هو العذاب الغليظ ولا نذيق أنهم من عذاب غليظ يعني من عذاب شديد عليهم ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه إذا أصاب إنسان النعمة ينسى وهذا نجده حتى في أحوال الناس إذا أصابت الإنسان نعمة أعرض وتكبر على الناس إذا عين في منصب كبير بدأ يستكبر على الناس ثم إذا ترك المنصب رجع كما كان ولذلك يقول ابن القيم في الإنسان نفس فرعونية في كل إنسان نفس فرعونية إما أن يزمها بالتقوى والإيمان أو إذا وجدت أسبابها إما المال أو المنصب أو الجاه تخرج هذه النفس ولا يمنعها إلا تقوى تقوى الله عز وجل وإذا مسه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض دعاء واسع لا يمل من هذا الدعاء دعاء عريض عريض في كثرته وعريض في طلبه أن يكشف الله عنه وأن يرفع ما به من شدة وأن يبدله إلى الرخاء وإلى السر ثم قال عز وجل بعد ذلك قل أرأيتم أيها الكفار إن كان من عند الله ما هو الذي كان من عند الله القرآن وهو عود على موضوع السورة الذي ذكرنا ويتناسب حتى مع اسمها فصلت لأن هذا وصف وصف للقرآن قل أرأيتم إن كان من عند الله وهذا السؤال الحقيقة يعني من الحسن أن نختم به هذه السورة قل أرأيتم أيها الكفار وهذا لكل كافر لكل معاند لكل معرض عن الحق أن يسأل هذا السؤال يقال له قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد يعني تقول للكافر وللمنافق وللمجادر في الباطل هب أن هذا الكلام الذي أقوله لك وأدعوك إليه وأمرك به هب أنه حق توقع ماذا ينفعك هذا الشقاق الذي تشاقن هذا الجدال والمنازعة الشقاق المنازعة هل تنفعك هذه المنازعة إن كان الذي أدعوك إليه حق ما تنفعك لو كنت أفصح الناس وتملك من الحجج ما يسكتني فإن هذا ما ينفعك عند الله عز وجل إذا كان الذي أدعوك إليه هو الحق هب أنك تغلبت علي بمنطقك وقدرتك وأسلوبك فإن ذلك لا ينفعك عند الله عز وجل لا يغني عنك من الحق شيئا قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد يعني لا أحد أضل ممن هو في جانب بعيد عن عن الحق لا أحد أضل ممن هو في جانب بعيد عن الحق بعيد عنه حتى لا يلتقي معه لا أحد أضل منه وإن كان أفصح الناس وأبلغهم ثم قال عز وجل بعد ذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يقول عز وجل سنريهم آياتنا وهذا التعبير دل على التجدد هذا التعبير يدل على أن الله لا يزال يري عباده آياته في الآفاق الكون وفي أنفسنا ولا نزال إلى يومنا هذا وإلى عيشاء الله ولا نزال يرين الله عز وجل آياته الدالة على وحدانيته الدالة على قدرته في الآفاق في الكون وفي أنفسنا إلى درجة أن يتبين لنا الحق أنه الحق ما في مجال إلا أن يتبين له الحق لكن المعاند لا يستطيع لا يستطيع المرء معه شيئا وبعض أهل العلم يحمل هذه الآية على الفتح الذي سيكون المسلمين ومثما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله بيت مدر إلا بلغه هذا الدين بعزي عزيز أو ذل هذه من آيات الله عز وجل والمعنى في ذلك أعم هذا وغيره أن الله عز وجل لا يزال يكشف لخلقه ويبين لهم عن الآيات الدالة على عظمته في الآفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أنه الحق أو لم يكفي بربك على معنى قد كفى بربك لأن هذا استفهام تقريري قد كفى بربك أنه على كل شيء شهيد يعني شاهد تعالى على صدقك أيها النبي وشاهد على هذا القرآن بأنه الحق وشاهد على أفعالهم وكفرهم ثم قال عز وجل ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إن هؤلاء الكفار في شك عظيم مرية في شك عظيم من لقاء الله يشكون في قدرة الله على بعثهم ويشكون في مرجعهم إلى الله عز وجل بعد مماتهم ولذلك قال ألا إنه بكل شيء محيط يعني قد أحاط عز وجل أحاط علما وقدرة وملكا وتدبيرا وتدبيرا بخلقه فلا يعزب عنه شيء ومن أحاط بخلقه على هذا النحو لا يعجزه أن يردهم وأن يجازيهم على على أعمالهم بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا هذه السورة الكريمة فاللهم لك الحمد على التيسير وعلى التمام هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا للمشاهدة